في في الحالة الفنية المصرية خوارق ما ما اتكلمت على وضع الفن والحالة الفنية في مصر عندك فنانين عبقرة عندك فنانين أسادزة عندك فنانين مزهلة عندك فنانين عالميين يعني إذا كنتوا كلكم بتجروا وراء صلاح طبعا صلاح اليومين دول حالته صعبة شوية مهم يعني في فنانين عالميين أداءهم عالمي جوائز عالمية أركسترا هارموني وفي الهارموني مية عازف ومية وعشرين عازف حفلات في إيطاليا وفرنسا مصابقات وجوائز كبيرة الناس العبقرة ديت عندما تقوم بأي عمل بيبقى علامة والغريب في الأمر يا سادة أنه ممكن يكون في أغنية مصرية كلنا حفظنا كلنا عارفنا فتأتي العالمية والتوزيع العالمي والأركسترا بالقيادة المصرية العظيمة والغناء المصري أنا النهاردة هقدم لحضراتكم وفاجأة وإنت بتتفرج هتفاجأ وإنت بتتفرج هتندهش وهو ده دور الفن الدهشة المتعة الإحساس بإنك ترى شيئا متميزا وعلى فكرة هذا الأمر ليس ابني كل يوم مش كل يوم هتشوف حاجة فنية فتقول إيه ده ما احنا قاعدين بنسمع غاني وقاعدين بنسمع مزيكك إنما في شيء بيحصل قدامك يهزك يا أخي هز وهو ده دور الفن وما فيش أجمل إنك تغني المصر المصريين لأنهم تاريخ طويل جدا بيحسوا إن ده واجب أغني البلدي على فكرة طبعا كل الناس بتحب بلادها وبتحب أرضها وتاريخها ولكن المصريين علشان التاريخ وحاجان حاجات كتير اسم مصر بالنسبة لهم والغناء لمصر بيهزوهم خصوصا بقى إنك بتتهز عالميا بتتهز فنيا بتتهز وإنت حاسس إنه إنك مستمتع إنك متحرك إنك فجأة هتقوم وتقول أيوة أنا مبسوط أنا مبسوط من العمل اللي أنا بشوفه نهارده السوبرانو العالمية فاطمة سعيد أهدت للبرنامج أغنية جميلة كلنا حفظونها من أيام فيفا زباطة بس أنا عايز عايزكوا تشوفوا المفاجأة عايزكوا تشوفوا عاملة إزاي متسجلة طبعا في المتحف المصري وسط أجواء عظمة سمو علو ارتفاع تشعر بإنك عظيم وهذا شيء عظيم هنشوف الإهداء اللي السوبرانو المصرية العالمية ذات الجوائز الكثيرة وذات الحفلات النجحة وذات الصوت العبقري وحتتفرج صدقني أنا ما ببعلاكش الوهم على أغنية مفاجأة هتشوف مفاجأة وسط الأغنية هتلقى في مفاجأة هتلقى في حاجة تانية هتلقى في وهو ده الفن آي أوبنر عينك تتفتح آآ آآ مشاعرك تتهز شيء جميل نشوف فاطمة وهي بنت مصر وهي بتهدي هذه الأغنية لنا النهاردة ونشوف الأغنية شيء لا يصدقه عقل على رأي الأستاذة العظيمة شويكار اللي كانت في الفيلم اللي فيه الأغنية دي نشوف ترجمة نانسي قنقر